شكرا لكم مرة تانية وبنناقش كتاب جنسية الكندية الجزء السادس يلا نتابع ونشوف شدو حيالكم طيب الان في الجزء السادس ما راح الصعب وضل الخفيف اليوم هنحكي عن الفدرال الالكشن اذا بتنزلوا لتحت معاي لصفحة تلاتين الانتخابات البرلمانية ايوه هن لازم تفهموا انه الكنديين او تعرف ان الكنديين هم من يختاروا ممثنين لهم في البرلمان سواء الفدرالي او البروفنس او المقاطعة او المدينة الهاوس اوف كومنس هم هذا اسمه البرلمان تبع الفدرال الشخص ممكن يعيد نفس العضو البرلمان او ينتخب واحد تاني حسب ما بده هنحكي الان هذول بنسميهم ممبر اوف بارلمان ام بي طيب عادة الانتخابات بتصير ثيرد مندي اكتوبر كل اربع سنين البرايم منيستر ممكن يسأل انه سوي انتخابات مبكر وصارت عدة حالات منها عادة هي ثيرد مندي اكتوبر الكندا فيها 308 طبعا هذا قديم الكتاب هو 338 لكن اذا بالامتحان اجا 308 ثلاثم 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 اي كندي عمره 18 سنة فما على كندي عمره 18 نسموهم مين يحق له التصويت حق التصويت يجب ان يكون كندي ويكون موجود على الفوتر لست فيه شغلة يسميها المسؤولة على الانتخابات في كندا قبل الانتخابات بترسل شغلة اسمها فوتر انفرميشن كارد هنورجيكو الان صورة لها فوتر انفرميشن كارد بكون محطوط عليها الاسماء والامور المهمة هاي هي الفوتر انفرميشن كارد بكون عليها اسمك وعنوانك المكان اللي بدكت انتخب فيه والزمان كل الاماكن هاي موجودة هذا الكرت التصويت بترسله لك مسبقا لازم تعرف ان التصويت في كندا هذا هو يعني التصويت مغطى لما بعطوك الورقة عشان تصوت عليها ما حد بقدر يتفرج شو بتصوت ولا حد بقدر يسألك قانونيا لمين صوتت حتى لو كان فاميلا منبر الا اذا انت حبيت تحدي لمين صوتت هاي هي الليست بتكون اسماءهم 1 2 3 4 حسب الاسماء وعادة البارتي تبعتهم بتكون محطوطة الان شو بيصير بعد الالكشن لما يتخلص الالكشن بيجمعوا الاصوات وبعدوها بيعلنوا النتائج الـ Governor General بينادي الـ Head of Governments اللي هو الـ Prime Minister عشان يجتمع فيه مين هو الـ Prime Minister؟ اللي هو اللي اقتر عدد اصوات شو معناه؟ البرلمان زي ما حكينا فيه 338 نائب او مقعد اللي بوخد اكثر عدد اصوات يعني مثلا بارتي او حزب A اخذ 200 صوت هذا بيكون اكبر عدد اصوات وبالتالي هذا بيحق له ان يكون الحكومة فيه نوعين من الحكومة فيه Majority Government و فيه Minority Government Majority Government اي حزب بياخد اكثر من 169 مقعد بيعتبر Majority لانه اكثر من عدد الاصوات اكثر من نصف عدد الاصوات وفي Minority Government اذا كان اقل من ذلك بس بيكون هذا خطر شو الخطر طبع Minority Government عادة بيصير تصويت في البرلمان على شغلات مهمة جدا مثل الـ Budget اذا الـ Government ما ادرت تتحقق عدد اصوات اكثر من نصف البرلمان فممكن تخسر ومعناها انه لازم تتنازل على الانتخابات وتسوي انتخابات مبكرة الـ Prime Minister هو اللي بيختار Ministers of Crown احنا كناهم اسمهم الـ Cabinet قبل هيك ونسميهم برضو Ministers of Crown الـ Prime Minister والـ Cabinet Minister كلهم مع بعض بتسموه Cabinet احنا هيا ورجيكم اياهون احنا كنا حكيين عنهم قبل هيك نرجع لموضوع الانتخابات الان اللي فايزين بسموهم The government الصفحة اللي قبل هيك بسموهم Government members او حزب الحاكم واللي ضدهم او كل الاحزاب الثاني بسموهم Opposition Party لانهم بكونوا عكسهم الاكثر حزب من اللي ما ربحوا يعني اكثر حزب عدد اثنين في البرلمان بيسوي شغلة اسمها The Official Opposition Official Opposition او المعارضون الاساسيين او بسموهم برضو The Official Opposition The Official Opposition The Official Opposition طبعا هذول مفروض انه تخفض الورد واتتخفض الورد الان في اربع احزاب اساسية conservatives new democratic party وليبرال طبعا مش حطين هون الى greens وغيرز برضو حزب موجود في البرلمان والبلوك كوبكواس خمسة الان خلينا نحكي عن طريقة التصويت هاي الطريقة هون اول اشي تجيك الinformation card حكينا شو فيها إذا ما وصلتك تتصل في الرقم اللي موجود هون بتقدر تروح تصوت التصوير المبكر يعني بتروح على الأماكن اللي بحددولك إياها في يوم الإلكشن بتروح على المكان اللي بحددولك إياها بتعمل X X بدك تنتبه مش صح X على هذا طبعا يوم الإلكشن بتجيب معك Proof الكارد هاي وبتجيب معك ID زي ما حكينا بتصوير تصويت سري خلف سطار بعدين بتتني الورقة تعطيها للأوفيسرز غاد بحطها بالبوكس بتطلع النتائج هذا تقريبا كل إشي سهل الآن Other Levels of Government حكينا في Municipal Government هاي حكينا عنها بالهيك وعن عيدها تنتخب يا إما اللي هو عادة هم اللي بحطوا اللو اللي بسموه By Law رئيس المدينة بسمى Mayor أو Rivier والقونسلر والغير هم النواب عنه بسموا Counselors أو Eldermen على هدوه المسؤولين عن الـ Garbage removal والـ Police والـ Imbalance والـ Fire Department والـ Public Transit والـ Facilities اللي موجودة الـ Local Hills sometimes بحان برضو الـ Provincial والـ Territorial والـ Municipal كلهم Secrets Ballot فهي كلمة Secrets Ballot مهمة الآن في المربع هذا فيه شغلات مهمة جدا ممكن يجي منها أسئلة زي ما حكينا في Federal هذول اسمهم MBs هذول الـ Responsibility الشغلات المهتموا فيها والمسؤولين عنها في Provincial و Territorial الشغلات المسؤولين عنها هذه الأسماء ليس لازم تحفظها كثيرا وهذه الأسماء التي تسأل المسؤولة عنها الـ Municipal برضو حكينا أسماءهم الـ Official Elective والأشياء المسؤولين عنها في First Nation اللي هم السكان الأصليين عندهم شغلة يسمها Band Chief و Counselors هذول Band Chief برضو مسؤولين عن انتخاب ومسؤولين عن housing و schools والسيربسيز الموجودة عندهم في بعدين شوية أسئلة موجودة هون تحبوا تجاوبوها هاي مش غلط إشي مهم أجبتكم القناة أبقى منكم كلكو تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير